إذن مشاهدين بالعودة إلى الوضع الأمني تحديدا استهداف مطار بغداد الدولي ينضم معنا الآن في الستوديو مستشار رئيس الوزراء السيد حسين علاوي سيد حسين مساء الخير قصر مطار بغداد بأضرار بطائرة مدنية المدرج أيضا تضرر والقادة العام للقوات المسلحة يتحدث عن رد حاسم كيف سيكون الرد هل بمستوى الجريمة وكيف ما المتوقع أن يكون الرد سيد حسين يا مساء الخير عليكم مساء الخير علي المشاهدين الكرام أكيد هذا العمل الرهاب الجبان الذي طال بني تحتية حرجة مهمة للدولة العراقية ومهمة للعاصمة بغداد وهو مطار بغداد الدولي قد حاول التأثير على سيادة البلد وحاول التأثير كذلك على دور القوات الأمنية لكن بالمقابل أتوقع أن منذ الساعات الأولى كانت سلطة الطيران المدني تسير الطائرات وتستقبل الطائرات وتهبط في مطار بغداد الدولي وهذا يعتبر قصة نجاح حقيقة في إدارة هذه الأزمة وبالمقابل كذلك البيان الذي صدر من القادة العام للقوات المسلحة وكان يسير باتجاهين أنه رفع الغطاء السياسي وما حصل الآن من قبل القوى السياسية العراقية في تضامنها مع الدولة العراقية وتضامنها مع القوات المسلحة العراقية الذي داع عليه القادة العام للقوات المسلحة وكذلك تضامنها مع الحكومة العراقية في مواجهة هذه الظاهرة التي بدأت تؤثر على الأمن والاستقرار وكذلك العمل الاستخباري والأمني والآن المعلومات الاستخبارية تجمع حول مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية تجاه بنية تحتية مهمة للشعب العراقي ولاحظنا التغريدات التي ظهرت خلال الساعات الأخيرة واخرة تغريد السيد مقتدى الصدر التي تشير بصورة واضحة أن مصالح الوطن ومصالح الشعب هي خط أحمر للجميع وبالفعل السلم الاجتماعي والسلم الاهلي والاستقرار الذي حققته قواتنا المسلحة العراقية هي قادرة على مواجهة هذه المجموعة لكن بالمقابل نحتاج إلى حوار عراقي عراقي وما بدأ سيد رئيس وزراء قبله عدة أشهر بمبادرة الحوار الوطني لأن هذا السلاح خارج الدولة هو تركه على مدنة 18 سنة يحتاج الآن إلى مواجهة كضرورة وليس اختير حتى نتحدث عن حوار عراقي عراقي نتحدث عن ردود الأفعال السياسية البيانات التي صدرت تقريبا من كل الأطراف السياسية مع صدور هذه البيانات هل بانت ملامح الفاعل؟ لا أكيد هذه معلومات استخبارية تكشفها الآن الأجزاء الاستخبارية بصورة مباشرة إلى الإعلام أو كذلك بالمقابل لغرض استخدامها سياسيا ولكن بالمقابل يتعمل على عملية المقاطعة والمعالجة وكذلك بالمقابل تكوين تقرير استخباري متكامل يقدم للقائد العام للقوات المسلحة ومن ثم القائد العام للقوات المسلحة رئيس وزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي سيتحاور من خلال هذا التقرير مع البرلمان والتشاور به وكذلك مع قادة القوى السياسية العراقية الذين نددوا بهذه العملية الإجرامية والإرهابية التي مست البناء التحتية العراقية سيد حسين الاعتداء تم ساعة الرابعة أو الرابعة ونصف فجرا أيضا هناك صعوبة في حركة العجلات ألا هذا يدعو إلى إعادة النظر ربما بالقطاعات الأمنية التي تمسك المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ لا أكيد قد يكون هناك إجراءات أمنية وكذلك بالمقابل تغيير في بعض الخطط لمسك الأرض في قواطع العمليات المحيطة بمطار بغداد نحن لا نريد أن نعود إلى هذه الظاهرة هذه الظاهرة قد تم السيطرة عليها منذ عام 2007 وأتذكر في السنوات الصعبة التي مرت على البلاد لكن بالمقابل تجاوزت قواتنا المسلحة وقواتنا الأمنية هذه المرحلة لكن بالمقابل لاحظنا أنه خلال الأشهر الماضية هناك بين الحين والآخر كانت ذريعة تقوم بها هذه المجموعات المسلحة التي تقول أن هناك قوات للتحالف الدولي وقوات استشارية لكن حتى مهام القتالية لهذه القوات قد انتهت وإنهاء القاهة العام للقوات المسلحة في 25-12 من عام 2021 وبالتالي الخطاب الذي ظهر به السيد رئيسي وزراء وكذلك بالمقابل تحول مهمة تحالف الدولي إلى مهمة استشارية والمساعدة وكذلك التمكين عبر بناء القدرات وكذلك تطوير قدرات القوات المسلحة العراقية في مجال إدارة السلاح ذات المنشأ الغربي والأمريكي وكذلك مواجهة فلول التنظيم الإرهابي داعش لكن سياسيا مثلما تفضلت الموضوع بحاجة إلى حوار عراقي عراقي وأشار له القائد العام للقوات المسلحة في طيات البيان حوار مع من دكتور حسين أكيد الحوار مع من يمتلك هذا السلاح لأن هناك مجموعات متعددة تظهر بأسماء مختلفة حتى يكون هناك عقد سياسي جديد للدولة العراقية بعيدا عن السلاح خارج الدولة والإيمان التام بأن قواتنا المسلحة العراقية التي ضحت على مدى 18 سنة في حماية هذا النظام السياسي وحماية الشعب العراقي دفعوا الغالي والنفيز دفعوا الشهداء والجرحى وكذلك القادة والمقاتلين ما زالوا موجودين وهم قاتلوا الجماعات الإرهابية وكذلك بالمقابل هذه القوات المسلحة علينا أن تجتمع تتطور وهذا بالتالي ما عمل عليه السيد رئيس الوزراء خلال الأشهر التي تسلم بها إدارة الحكومة العراقية التي إدارة انتخابات ناجحة ومهمة شكرا جزيلا ونعتذر لضيق الوقت الدكتور حسين علاء ومستشار رئيس الوزراء شكرا جزيلا شكرا جزيلا